اشتركوا في القناة عن حساب السعرات الحرارية وحساب المية النهاردة ان شاء الله هنتكلم معكم وفكرة جديدة عن الفيتامينات ناس كتيرة مننا ما تعرفش فوائد الفيتامينات بالنسبة للجسم هنتكلم عنها بصورة اوضح النهاردة الفيتامينات هي نوعين في الجسم في نوع زائبة في المية وفي نوع زائبة في الدهون يعني يا دكتور الزائبة في المية اللي هي بتضوف في المية زي فيتامين بي وفيتامين سي اما الزائبة في الدهون واللي هي بتخش عن طريق الكبد ما بتتخزنش أو بتتخزن في الجسم يعني فيتامين B و C الزائبة في المية دي ما بتتخزنش في الجسم دي بتنزل عن طريق العرق والبول أما الزائبة في الدهون اللي هي بيخزنها الجسم عن طريق كبد زي فيتامين A و فيتامين D و فيتامين K و فيتامين E هنتكلم عن كل فيتامين على حدة لوحده فيتامين C طبعا هو المسؤول عن تكوين الكولاجين في البشرة تاني حاجة بيفتح البشرة يعني بيكافح نزلات البرد والأمراض الفيروسية حماية الجسم من السمو طيب نقصه في الجسم بيعمل ايه؟ بيعمل التهابات أو ألام في العزوم نيجي بعد كده فيتامين B المركب اللي هو فيتامين 1 و 3 و 5 و 9 و 7 و 12 المفروض انه فيتامين B 12 ده المسؤول عن فقر الدم عن تشريط الدورة الدموية في الجسم نقصه بيعمل ألام في الأطراف ساعات بنلاقي إدينا ساعة أو أطراف رجلينة ورمى شوية دي بسبب نقص فيتامين B 12 نخش بعد كده على الفيتامينات الموجودة أو الزائبة في الدهون هنمسك أول حاجة فيتامين A فيتامين A ده يعتبر صديق البشرة لأنه بيعمل على تفتيح البشرة برضو، ترتيب البشرة، تشققات الشفائية، تشققات الجلد، بيحافظ على نظرة البشرة كويس جداً لتعزيز المناعة طيب، نقصه بيعمل إيه؟ بيعمل تشققات بتلاقي البشرة مش راتبة هو كمان المسؤول عن غير اللي هو بيفتح البشرة بيعمل ترتيب نقصه بيعمل إيه تاني؟ بيعمل إشرة في الشهر بعد كده هنخش على فيتامين A ده صديق البشرة بندخله في كل حاجة، يعني مثلاً لو مساكنة للبشرة بيعمل على ترتيب البشرة، إزالة الهالات السودة ممكن نعمله مسكوات، ممكن نحطه مع كريم الترتيب، نحط من كبسولة منه هلاقي موجود في الصيدلات عموماً هلنحط منه كبسولة أو كبسولتين مع كريم الترتيب حلو جداً، نستخدمه مرتين في اليوم للشعر، بيعمل على تقوية بصيولات الشعر ومنع تساقط الشعر طيب، كل شعر اللي نوعي، يعني الشعر الضهني ممكن نعمله مع زيت السمسم، الشعر الجاف مع زيت الجزر، الشعر العادي مع زيت العناب بندخله في جميع المسكوات، وغير اللي هو طبعاً زي ما قلت بيشيل الهالات السودة بيأثر جداً على التجعيد، علامات التمادد وسلوليت، برضو بندهن بالجسم كل يوم قبل ما ننام وبرضو للهالات السودة بمكن نحطه برضو مرة قبل ما ننام نيجي بعد كده وأكتر حاجة بنسئل عليها فيتامين دال كلنا تقريباً عندنا نقص فيتامين دال طيب، نعرف منين إن إحنا عندنا نقص فيتامين دال؟ هو بيعمل إيه فيتامين دال؟ هو بيعمل على زيادة امتصاص الكالسيا والفوسفور في الجسم تاني حاجة، الناس اللي بتلعب جيم أو كده ده بيزود حجم العضلة تالت حاجة، مفيد جداً لحالات تساقط الشعر، مفيد جداً لتقوية العصاب طيب، علاجته بالسمنة، إحنا قلنا قبل كده إن نقص فيتامين دال بيجي عن طريق السمنة المفرطة إنها بتقلل امتصاص فيتامين دال في الجسم ده بالنسبة للفيتامين دال، نيجي بعد كده فيتامين كي بيقوي العصاب، بيقوي العظام، بيقوي من الهشاشة في العظام زي برضو قريب جداً من الفيتامين دال، نقصه بيعمل اللين في العظام وهشاشة بيعمل تالين في العظام برضو ساقط الشعر، تحس بها زلان، تعب، أرق طول الوقت كده احنا اتكلمنا على شوية عن الفيتامينات الخاصة بالجسم فيتامين بي 12 المركب زي ما قلنا بيعزز المناعة، بنعيد المعلومات تاني بيعزز المناعة كويس جداً لعلاج فقر الدم والأنميا، الناس اللي عندها أنميا تاخد فيتامين بي 12 طيب يا دكتور، ايه الحاجات اللي ممكننا كلها؟ نلاقي فيها فيتامين بي وفيتامين سي، فيتامين كي وكل أنواع الفيتامينات أول حاجة اللحوم، الأسماك، الخضروات زي الأرنبيت، البروكلي، الخاص السبانخ، الطماطم، المشرم، البصل طيب، بالنسبة للفاكهة، طبعاً كل الحمديات هنلاقي فيها فيتامين بي و سي، هنلاقي مثلاً زي البرتقون، الكيوي، الاستفانزي، الأفوكادو، الفراولة منتجات الأسماك، منتجات الألبان كلها، إذا كانت ألبان أو زبادي أو جبن ايه تاني؟ بس احنا كده تقريباً قلنا كل حاجة عن الفيتامينات، ممكن دلوقتي نطلع فاصل صغير ونرجع لفقرة الأسئلة والأجواب ورجعنا لكم تاني وفقرة جديدة من جمالك من صحتك مع دكتور حبيبة راشد أخصائي السمنة والنحافة الفقرة دي هنتكلم فيه عن الأسئلة والجواب اللي هعطيكوا ديتوني الأسئلة على الصفحة وهي صفحة دكتور حبيبة راشد أو البيتج جمالك من صحتك بتقدروا تكتبولي أنا بنزلكوا عنوان الفقرة وانتوا بتقدروا تبعاتوا لي الأسئلة اللي انتوا عايزين أجاوب عليها جات لي أسئلة عن الموضوع الفيتامينات، أول سؤال من مروة تحياتي أحلى دكتورة، أسباب نقص فيتامين دال وعلاقته بالتخصيص أول حاجة قلنا عليها نقص فيتامين دال بيجي عن طريق سوق التغذية، أمراض الكبد وعدم التعارض لأشاعة الشمس فيتامين دال بيمتص عن طريق التغذية أو الغذاء 50% وال50% التانية عن طريق أشاعة الشمس لازم ننزل حوالي 3 مرات في الأسبوع، حوالي 10 دقيقة أو ربع ساعة في الوقت المشرك شوية، هي وقت من 8 إلى 10 الوقت ده كويس جداً علشان يقدر الجسم يمتص فيتامين دال كويس جداً طيب، إيه علاقته بالتخصيص؟ السمنة المفرطة بتقلل امتصاص فيتامين دال للجسم وزي ما قلنا بتحصل أعراض بعد كده ليتساقط الشعر، ألم في المفاصل وألم في العزوم تعب وقرق وقلة النوم برضو كل ده بسبب نقص فيتامين دال لازم نهتم كويس جداً بالله أنا قلته السؤال الثاني من محمد عيد إيه أحسن نوع مقوي للأعصاب؟ طبعاً إحنا عارفين أن فيتامين بي 12 أحسن نوع موجود في أنواع البيتامينات لأنه بيعزز المناعة بينشط الدورة الدموية للجسم، بيعالج فقر الدم والأنيميا طبعاً غير تساقط الشعر برضو، تحسين البشرة ورطوبتها السؤال الثالث والأخير من ريحان توفيق بيقول إيه الفيتامين اللي بيساعد على التركيز؟ الفيتامين اللي بيساعد على التركيز فيتامين بي 12، فيتامين بي 6، فيتامين بي 9 اللي هو مسؤول هو حمد الفوليك حمد الفوليك كمان من الحاجات اللي احنا فيستخدمها أثناء الحمل للحفاظ على تشوهات الجنين ما يحصلش فيه تشوهات بكده نكون خلصنا الفقرة بتاعتنا كنت مبسوطة اللي أنا معاكوا قوي النهاردة هنتقابل إن شاء الله بإذن للأسبوع الجاي في فقرة جمالك من صحتك الفقرة الجاية هنتكلم فيها مع أستاذ عنادو وأستاذ مبروك ومع أضيفهم أنا كنت مبسوطة جدا معاكوا النهاردة شكرا للمشاهدة موسيقى